بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية كنوا بتابعين شرط ما جريك 5. النهاردة ان شاء الله بنلتقي مع درس مهم جدا اللي هو subtracting decimals estimating decimal differences subtracting two thousand supplies طبعا هناخد من الدرس التامن لغاية الدرس التوالب تن 11 12 هتلاقي كل الدروس بتتكلم عنها subtracting decimals سواء كان بيدحل موضوع subtracting في وكذلك ازا يتعمل subtracting بالطريقة العادية اللي هي بتمشي معنا وبتفضل سبتم نوع عبطول بغض النظر عن اللي احنا كنا درسناها بل كده ما تنسوش تعملون للايك وشير للفيديو سبسكرا في القناة عشان نستمر في شرط موضوع غريب دفعا estimating decimal differences في الاول بنتعرض للموضوع estimating اللي هو مقرر معينه من addition estimate each of the following تعال نشوف number a بيقولي 39.79-20.27 عشان تعمل estimate بتستخدم rounding لدي افضل طريقة عشان نقدر نعمل estimating the difference او sum طيب احنا علشان نستخدم rounding هنستخدم rounding to the nearest full number لان هو يبقى يعتبر ابسط شيء موجود عنه خاصة لما يكون عندي two decimal places or three decimal places 39.79 لو هتعمل لها rounding to the nearest once هتلاقيها عندك equals 40 وd equals 20 يبقى عندي 40 minus 20 is equal to 20 يبقى difference between the two numbers estimated to be 20 اللي بعد 18.95-11.7 الاول تعمل estimating باستخدام rounding هيبقى 19 لانه ده قريب جدا من 19 وده قريب من 12 فبالتاني 19-12 is equal to 7 0.88-0.72 الفيرست number لو انت حاولت تعمله rounding to the nearest once يديك one والتاني برضو one one minus one equals zero نفترض جدلا من حد عملك ده هل اجابته صحيحة ام اجابته خاطئة طبعا اجابته هتلاقيها صحيحة فلكن مدام بديك number والنمبر ده less than one decimal less than one هاول ان وانتك two decimal places هاول انك تختار انك تعمل rounding to the nearest tenth وبالتالي 0.88 يبقى هتبقى 0.9 بدي هتبقى 0.7 زي ما هي because two is less than five يبقى انا هعملها 0.9 minus 0.7 يبقى 0.9 minus 0.7 is equal to 0.2 اللي احنا بنسميها two tenth بغض النظر عن موضوع estimating لحد ما بتلاقي فيه اختلافات في ال answers ولكن كل ال answers بنعتبرها صحيحة ولكن دايما بنأكد نروح للاستراتيجي السهلة والبسيطة اللي هي rounding وما نحاولش ان احنا نعقد الموضوع لانه اصلا مش ضمن اختبارات او ضمن اسئلة بتتفضلك في الامتاعين ولكنها يعني طريقة عشان نقدر نتوقع الكل هيكون قريب منين او نتوقع انك لنا ممكن يكون صح او خطأ او قريب من الصح او ال difference اللي احنا هنجيبه بتلاقي acceptable بالنسبة للاستميشل تعال نشوف example على ال estimation بس بالورقة والقلم estimate each of the following number a 0.92 minus 0.76 لو بصيت the two numbers هتلاقيهم الاثنين من اللي سيدان 1 هنا هعمل هنا estimating to the nearest 10 يبقى ازمع عندي هنا 9 والright digit عندي 2 يبقى ال9 هتستنى زي ما هي يبقى انا هكتب كده 0.9 minus الثاني هيبقى 0.8 ليه لان انا عندي هنا right digit عندي 6 greater than 5 يبقى اصبح عندي 0.8 يبقى الانسر عندي 0.9 minus 0.8 equal to 0.1 number b 17.01 minus 13.9 انا هنا هختار ان انا هعمل rounding to the nearest whole number فبالتالي 17 دي مش هتتغير ليه لان right digit عندي 0 يبقى انا هكتبها 17 minus 13.9 انا عندي right digit هنا 9 يبقى 13 دي هتتغير هتزيد 1 هتبقى عندك 14 يبقى 17 minus 14 is equal to 3 يبقى a difference estimated to be 3 140.61 minus 99.43 انا هستغدم بردو rounding to the nearest whole number فانا عندي هنا 6 the right digit يبقى 140 دي هتزيد 1 يبقى 141 minus 99 هتستنى زي ما هي وليه لان right digit عندك 4 ويبقى انا هكتبها 99 والتتي اعمل subtracting وبالتالي cut 4 and write 3 and cut 1 and write 11 11 minus 9 equals 2 3 minus 9 هتضطر تعمل renaming تانى cut 1 and write 0 cut 3 and write 13 فهتبقى 13 minus 9 equals 4 فهتبقى عندك 42 وكده يبقى احنا عمله estimating the difference الموجود عندي subtract each of the following تعال بقى نعمل subtracting لو كان عندي 2 thousand places يعني عندك 3 decimal places الطريقة المتابعة ان احنا بنعمل align the two numbers above each other فانه اشتغل كل واحدة موجود عندي هنا الفيرست number 2.325 فاكتبها كده 2.325 minus 0.214 0.214 بعد كده draw a line and subtract خط بالك ان في خطوة اسمها اكويت the decimal places ودي موجود عندي يعني الفيرست number 3 decimal places والسكن number 3 decimal places يبدأ عمل subtraction على طول 5 minus 4 equals 1 2 minus 1 equals 1 3 minus 2 equals 1 bring down the decimal point and the 2 minus 0 equals 2 so the difference is equal to two point triple one يبقى بكتبها equals two point triple one اللي بعد وكزالي align the two numbers above each other ولكن انا هل فيتنظرك لحاجة ان احنا وهي مكتوبة زين مكتوبة كده horizontal ممكن انك انت تطلع difference بكل سهول بس في حاجة مهمة جدا انك يعني بنقولها كده تتوقع مطر شوية يعني انت ما تستعجلش لو حبيت او لو حسيت انك انت هتغلط اقول بتعمل align the two numbers above each other زي دي كده هنا انا عندي two decimal places وهنا انا عندي one decimal place يبقى على طول equate the decimal places and write zero انت منطلت place وتبتدي بتعمل subtracting عادي جدا 8 minus 0 equals 8 7 minus 5 equals 2 bring down the decimal point 12 ممكن اقول 12 على طول بدل ما تعمل renaming واتبهت النفس 12 minus 3 is equal to 9 so get 9.28 في مشاكل في number c ومشاكل في number d ايه السبب انكنا مش عندنا يا مستر the two numbers اصلا ففي حاجات بتبقى واضحة وفي حاجات ما بتبقاش واضحة الواضح عندي c والمش واضح عندي d طيب لو السؤال عندك واضح يتعمل بطريقتين بقول لي نفسي 97 minus 49 بعمل subtracting عادي جدا دي الطريقة الزريفة او الطريقة السهلة او المباشر فبالتالي كأنك بتعمل 97 minus 49 طبعا هتعمل renaming بس 7d هتبقى 17 وال9d يا مستر هتبقى 8 17 minus 9 equals 8 فانا بكتب 8 عادي جدا 8 minus 4 equals 4 يبقى انا عندي 48 واكتب كلمة thousands جنبيها يدي كده الايجابة صحيحة 100% يعني انت لو ما عدلتهاش برضو تبقى صحيحة 48 thousand لو عدلتها فبتكتبها 0.048 ربما السؤال جايلك في choose فبتلاقي مثلا مديك الصورة دي طيب الطريقة التانية الطريقة التانية انتنا هنكتب 2 numbers 97 thousand بكتبها كده 0.097 minus 49 thousand بكتبها 0.049 ببتدي اعمل عادي جدا زي ما قلنا 17 minus 9 is equal to 8 تبقى 8 minus 4 is equal to 4 bring down 0.0 يبقى 0.48 هتلاقيها نفس الانسر اللي كنا طلعناها قبل كده ولكن في number D ما اقدرش اعملها مباشرة فلازم يلجأ اكتبها كده هكتب 2 numbers الاول وبعدين اعمل subtracting 7 hundred بتانكتب 0.07 minus 32 thousand بتانكتب 0.032 وهبتدي اكتب 0 في 1000 place هنا وهاعمل renaming فال7 هتبقى 6 وتبقى لك والزيرو ده يبقى 10 فبقى 10 minus 2 equals 8 6 minus 3 equals 3 write 0.0 طيب اصبح عندي 38 thousand انت بقى كمل جميلة واكتبها زي الصورة اللي وده لك السؤال تبقى كده 38 واكتب كلمة thousands جنبيا يبقى لكده ادرت ان انا اعمل subtracting 2 decimals خد بالك طريقة الاستساسية المتابعة align the two numbers above each other and subtract as we studied before but don't forget to equate the decimal places ما تنساش خطوة equating the decimal places عشان ما نغلطش تعال نشوف exercise الباص بالدروس بتاعتنا هنتعرض لكل الهجات اللي هي هذكرت في الدروس وكنا عملنا حلقة سريع المرة اللي فاتت على strategies الباصة بال subtracting وال estimating 2.62 minus 1.59 estimated to pull ده estimated to be 3 وده estimated to be 2 3 minus 2 is equal to 1 يبقى الانسر هنا 1 2.419 estimated to be 2 1.240 estimated to be 1 2 minus 1 is equal to 1 35.9 estimated to be 36 10.8 estimated to be 11 10.8 يبقى ال 6 هتبقى 5 وده هتبقى 2 يبقى أنا عندي هنا 25 0.951 estimated to be يا مستر 1 سهلة جدا تبدأ estimated to be 1 1 minus 1 equals 0 2 اللي بعده 214.024 estimated to be 214 113.78 estimated to be 114 وبعدين أبدأ أعمل subtracting فبالتالي الانسر عندي هتقول 100 أسئلة معظمنا بيستسعب هذه الأسئلة معناها أسئلة سهلة جدا في subtraction خد بالك لو مديك موضل واحد بس يبقى أنا عندك two numbers أي واحد فيهم less than one طيب لو مديني two models يبقى هنا أنا عندي واحد فيهم is greater than one في subtraction عندي two numbers يعني أنا لما أقولك كده five minus two الفايف اسمها menu one والtwo اسمها subtraction واللي بيخرج عندي هنا أو الناتج بنسميه difference بنحتاج نعمل shaded داخل الموضل الموجود عندي للماناوات أو النمبر الأولي minus النمبر الثاني بنكانسل squares دي بletter x أو بالشاب اللي رياحك ليش مشكلة بس هنبتزم بالنظام اللي ماشي في الكتاب اللي هو letter x تعال نكتب النمبر الأولاني ولوين التظليم مش واضح قوي طيب هشوف عندي كام في التانث يعني كام كولوم موجودة عندي فانت هتعد من أول كولوم ده وانت رايح نحيد الشمال كده هتلاقيهم eight columns فبالتالي ده هيبقى zero point eight طيب كام في الهندرث هتعد دول كده فلما تعدهم هتلاقيهم ايه يبقى zero point eight eight وتبتدي تعمل سبتراكتنج عادي جدا لكن ارجع اقول لك حاول تجيب من الموضل ذات اللي باقي من غير تصليل او سوري اللي باقي من دي ما انا عمالش عليه letter x هتبدأ تعده معلش ما هيحيارك شوية لقيته هيحيارك اكتب بس two numbers بشكل مظبوط وبتدي اعمل سبتراكتنج دايم انت مدرست قبل كده لان صراحة مش هيسألك اقول لك انت قلتها ازاي احنا عايزين الفاليو فاحنا عايزين نخلص نفسنا بسرعة فدايما بنستخدم استراتيجيات مقالة السريع او لو عندنا مسألة بتتخلق جازة طريقة يفضل دايما نروح للطريقة السهلة والطريقة السريعة فانا هقول له eight minus five is equal to three و eight minus two is equal to six bring down the decimal point and write zero in one supplies so we get zero point six three اللي بعده كذلك عندي هنا one tenth يبقى zero point one وعندي هنا six hundred بتبقى لك اهو لا دا اخد بالك احنا عندنا هنا وعندنا هنا two tenth ليه؟ لانه هو شاطب على ده اهو two tenth ما بيش غيره طبعا معنش الالوان مش وط برضو ارد من دماء two tenth هتلاقى واحد عندك في كتب كتب كبير يا مش هتلاقى اكتر من هنا two tenth طب هو حزف add a حزف one two three four طب four a four hundred تبتدي الكتب ازاي zero point zero four هتحول انك تعمل وحتعمل وهتعمل فهدي هتبقى ten minus four is equal to six ويا مستر عندي هنا one هينزي وبعدين bring down the decimal point and bring down zero كم ممكن قلتها كده twenty hundredth minus four hundredth is equal to sixteen hundred فياسل معاك اللي بعده عندي اللي معموله shaded one two three four five five يبقى zero point five هشوف بقى اطول كام one two three four five six seven minus هشوفه وقانس الاذ ايه one two هذه هتو تنث يبقى zero point two two في الهندرث هتعد دول هتقيم seven وهدي كمان one يبقى انت معك eight تبدأ تعمل subtracting دي هتبقى seventeen minus eight equals nine ودي four minus two is equal to two point zero لو عديت اللي باقي هتلاقي عندك two tenths اهو يبقى two tenths موجودة هين ولو عديت دول كده هتلقيم nine لان هو cancel just one square يبقى ده nine يبقى اصبح موجودة عندك zero point two nine او اللي بنسميها twenty nine hundred موجودة موجودة